خبر سمعناه واستغربنا على الحقيقة منه جدا عن مصلحة الضرايب وقال لك إلحق ده ملفات الضرايب الفران أكلتها وبعدين مصلحة الضرايب طلعت تقرير أو طلعت بصريح وقالت إنه مفيش الكلام دي يا جماعة ومصلحة الضرايب بتنفي ماء وثير عن التهام الفقران لملفات ضريبية الأيام اللي فاتت انتشرت أخبار كتير عن التهام فقران لمليارات الجنيهات من أموال الضرايب وده طبعا مواقع التواصل الاجتماعي نشرت الأخبار دي وانتشرت بين روادها لكن الحقيقة غير كده تماما لأنه السيد عماد سامي رئيس مصلحة الضرايب المصرية أكد أنه لا صحة لمأثيرة عن التهاب الفقران لملفات ضريبية لقضايا تقدر بمليارات الجنيهات وأنه هذا الكلام عار تماما عن الصحة وليس له أي أساس وناشد رئيس المصلحة وسائل الإعلام المختلفة توخي الدقة والابتعاد عن نشر أي أخبار لا تستند إلى حقائق وأضاف كمان أنه مصلحة الضرائب المصرية من أهم من مصالح الإيرادية بالدولة وأنه جميع العاملين بها يعملون بكل طاقتهم وجهدهم هذه الآونة لتحقيق الحصيلة المستهدفة والربط المنوط وأنه المصلحة نجحت في تحصيل 181 مليار جنيه بنهاية يناير 2017 وهو ما يعادل 112% من الربط المستهدف على المصلحة اللي هي خلال الفترة من أول يوليو 2016 لغاية 21 يناير 2017 سامي كمان أوضح لمصلحة الضرائب حاليا بتعمل على جرد ملفات الضريبية لعمل قاعدة بيانات سليمة ومعرفة الملفات الكبيرة حتى تدخل في فحص العينة لمعرفة موقفها وأشار أنه هذا الجرد والتنقية للملفات سيساعد المصلحة في معرفة حجم الإقرارات الضريبية التي تقدم عن هذه الملفات وأنه عملية الجرد اليدوي هي بداية للفحص المميكن وتحديث قاعدة البيانات الحالية إذن لا صحة لالتهام الفئران للملفات الضريبية ومصلحة الضرائب بتؤكد أن هم مشغالين بيحصلوا الضرائب من الناس إحنا عارفين وصقين من الكلام ده إحنا وصقين من المعلومة دي ترجمة نانسي قنقر